بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانوا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينسلقونها ثم تكونوا عليها حصرة ثم يغلقون صدق الله العظيم السلام عليكم الله تعالى وبركاته إخواني وخواتي ومرحبا بكم في موضوع جديد موضوع الذي ضروري ما نتكلم عليه ونقشه موضوع يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم بعد المسلسل المشؤومة في رمضان والناس كانت تفطر على مائدة الإفطار ومسلسل الشيخة جاءنا هذا الساعة في المسلسل جاءنا هذا الساعة في فيلم الإخوان فيلم الإخوان يعني فيلم كيشوه صورة الإسلام واحد الشلة المعتوهين اللي متلوه في هذا الفيلم بعضهم ما قلش نتظر يعني باش يشاركوا في هذا الفيلم هذا الفيلم اللي مإنتاج مدير قناة شوف خيخي اللي معروف بعد ذوت الإسلام ولكن حسبي الله ونعملوا كيه المغرب أخوتي اللي يعني بلد العلم والعلماء بلد القرويين أو الجامعة في العالم يعني يصدر منه هاتشي ما ما قلناشا نتظروا باش لحالة ذات قاعتل باش نوصلوا لشويه صورة الإسلام ولا بنادم يعني لكان ملتازم تحاولوا يبينوا بأنه مهموم وصاخ مغموم لا لا حاشا من تصوير الكاتب ولا المخرج للفيلم اللي انتم ما كتشوفوا يعني صورتين كافيين رهم تيفسروا نفسهم نفسهم أنت منك تكون ملتازم يعني مهموم ومغموم ولكن منك تكون فاسد وفاجر يعني أنت فرحان ومشطان أنت وسط قنينة البر والعاهيرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا كنت إلا بالجشرة ويطات محددين وما ملتازم إذا ما أنت هو السعيد أنت هو الفرحان نحن كنت نشوفوا يعني تركيا بلد عيمانية ونجحات يعني بهذه المسلسلات ديال قيامة أرطغرول وقيامة عثمان ناس كتنصر الدل الإسلامي والحمد لله نجحولهم هذه المسلسلات جابوا مشاهدة خيالية بالخصوص مسلسل أرطغرول تتساد المليارد المشاهدة أكبر مسلسل في العالم يجب مشاهدات في هذا الشكل كيف سوف يقولون؟ يعني كيف سوف تسول أي شخص في العالم تقولون الإرهاب يرسمني إرهاب سوف يرسمونك باللحية والإعبايا لا 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 لننسوا إطال الباسقية وتصور الإرهاب يعني أنذى هذه الناس لا كانوا تفضلون في أرلندا ألا في أنجلترا ألا في اسبانيا ولكن كانوا ناس بلباسهم لماذا لا نستخدمون إلى الناس مثل ذلك إرهابين أو بالتطرفين إنسان الملتزم ودير الحياة وإنسان حوجود الإرهاب هذا صناعته الصناعة الأمريكية والأوروبية لتشويه صورة الإسلام وكيف قلت هذا الشيء كنا ننتظره دائما عند حال هذه الدول دول ماشي مسلمة يعني كتحاول تشويه صورة الإسلام ولكن ما يجيش مع نحنا ما يجيش مع نحنا المسلمين باش نجنيه المال بهالطريقة ما يمكنش نحن عايشنا في أوروبا وبالخصوص سنتحدث عنها نفسينا يعني ما كانتنا محتاج للمال صراحة محتاج للمال وعايش على حد قد الله ملك الحمد ما عنديش ومخص نشف قالوا ومكافي مع رسي اللهم ملك الحمد اللهم أدمها نعمة ولكن ما يمشيش لشي طرق غير شرعية يعني باش ندير الفلوس ويعني قدامي كل شي نقدر ندير أي حاجة ولكن لا ما كتسمح ليش ما كتسمح ليش ديني ما كتسمح ليش نفسي باش نجنيه المال بهالطرق كيفاش نتميل مع تلهم يعني باش نجنيه المال ضروري باش تشوهوا صورة الإسلام ما نقبلش اخويني هالدور وهذا الفيلم إخواني أخواتي يعني يراها حاليا في القاعات السينمائية ولكن إلا كنت مثلا حور ما تدخلش تفرج في هذا الفيلم خليه يدور غير هؤون الكراسة في القاعة غير الكراسة اللي يتفرجوا فيه يدوروه للكراسة حسبي الله ونعم الوكي بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يدفع نور الله بأفواه والله متم من نوره ولو كاره الكافرون أنا كيف قلت هيا تركيا بلد علمانية ويعني وكذلك هذه المسلسلات الأخيرين ذك الشي روعاء وذك الشي لنصرة الدين الحنيف كيف يعقل احنا مغاربة مسلمية مغاربة مسلمية مياه في المياه دولة إسلامية وانتوما كذلك اللي مثلتوا هذا الفيلم حتى انتوما مسلمين يعني باش تخرج من الجلباب الإسلامي باش تجني المال وتقولي أنا مسلم ما ماشي بهذه الطريقة كي المسلمين العوسات ولكن ما ماشي بهذه الطريقة باش نشوه الدل إسلامي ونبين بأنه كنت متعزم يعني راني مهموم ومغموم لا 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 حشاء حشاء ولا يكون المنتزم مهموم ومغموم يعني فرحان يقلبوا الله ملك الحمد عربية يرزقهم من حيث يشاء يعني بعض الممثلين بالخصوص منهم الممثل طالس يعني واحد الشخص اللي شادي نقول لك ما خلا مدار لعيب معامل الممثلين 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 ولكن اللهم ملك الحمد المغرب ما تبقى يعني الناس حافظ القرآن ودائما يجب الجوائز الأولى لحفظ القرآن الكريم اللهم ملك الحمد مليون ونصف شخص حافظ لكتاب الله الكريم وش غادي نقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم والله تعيى وتشوفها قوية الإسلام الحمد لله في تزايد كل نهار يعني أعداد كبيرة تدخل هذه الدل حنيف لمن أمريكا ومن أوروبا يوم على يوم وكيف قلت المغرب بلد حفظ القرآن بلد المليون ونصف اللهم ملك الحمد حفظنا وحاملنا لكتاب الله كل عام يعني كل سنة الجوائز الأولى دائما تكون من طرف المغربة اللهم ملك الحمد ونختب كلامي بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانوا يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينصدقونها ثم تكونوا عليها حصرة ثم يغلقون صدق الله العظيم والسلام عليكم حتى الموضوع والقصة الجاية ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر